اشتركوا في القناة ست مباريات في يوم واحد حيث التقى الرجاء مع طلاع الجيش والاسيوطي مع اسموحا في الثالثة عصرا فيما اقيمت مبارتي المقاولون مع وادي رجلة والنصر مع المقاصة في الخامسة والربع مساء بينما صدم الاتحاد السكندري ببيتروجيت والانتاج الحربي مع انبي في السابعة والنصف مساء فريق الرجاء واصل تقديم عروضه المبيزة بعد الفوز على طلاع الجيش بهدف نظيف هو الفوز الذي منح الفريق ثلاثة نقاط غالية بعدما رفع رصيده الى خمس وعشرين نقطة في المركز قبل الاخير وبفارق نقطة واحدة عن طنطا صاحب المركز السادس عشر وخمس نقاط عن وادي ديجلة الذي يحتل المركز الخامس عشر مما يعني ان اماله تجددت في البقاء بالدور العام في ظل تبقي اربع مباريات من عمر المسابقة على الساد الاسكندرية شهدت مباراة الاتحاد السكندري مع بيتروجيت نهاية درامية بالنسبة لزعيم الثغر الذي تقدم بهدفين نظيفين طوال ثمان وثمانين دقيقة من عمر المباراة الى جانب اضاعة احمد كابوريا لعب الاتحاد لركلة جزا في الدقيقة السابعة والثمانين لكن الرد جاء قاسيا من لاعبي بيتروجيت عندما سجلوا هدفين في دقيقتين عن طريق محمد عبد السلام واحمد جمال في الدقيقتين الثامنة والثمانين والتسعين ليضيع على الاتحاد السكندري نقطتان غاليتان هذه المباراة تشاهدت تسجيلة ثمانية اهداف فقط بعدما انتهت مبارتان فقط بالفوز بهدف وحيد فيما انتهت المباراة الاربع المتبقية بالتعادل تم احتساب ركلتين جزاء في الست مباراة تم اهدارهما عن طريق محمد رزء لاعب الاسيطي بعدما تصدى لها المهدي سليمان حارس اسموحة والثانية عن طريق كاذوريا لاعب الاتحاد بعدما اطاح بالكرة خارج المرمع الجولة الثلاثون لا يزال يتبقى لها ثلاث مباريات مؤجلة الاولى تجمع الاهلي مع طنطة الثانية الزمالك مع الاسماعيلي الاخيرة المصري مع الدخلية من المنتظر ان تستانفى مباريات الدوري مطلع ابريل المقبل بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي بدى امس استعدادا للمشاركة في كأس العالم يونيو المقبل في روسيا اهلا بكم من جديد يمكن انا محظوظ بصراحة يعني في حلقة النهاردة يكون موجود فيها في استاد الاهلي يكون معايا نجمين كبار نجمين كبار لما يجي بنحط مين معين او هدف بنتكلم عليه نهاردة هدفنا في الحلقة اننا بنكلم عن الدور المصري الدور المصري بكل ما فيه سواء كان فيه في المقدمة الاهلي ماشي بشكل طبعا خلص خلاص قصته المركز التاني عليه صراع كبير جدا قصة الهبوط عليها صراع كبير جدا ما يكون معاك نجمين كبار يقدروا يوصلوا الحدوتة فيها ايه وكمان نتكلم عن المشوار الافريقي بتبقى انت قاعد مبسوط لان المشاهد اللي بيتفرج عليك هيعرف ياخد معلومة كويسة طبعا ارحب بديو في الكرام في استاد الاهلي كابتن محمد حشيش مشارفنا من موارد اهلا بك اهب واهلا بكابتن كبير بقى الهدف تاريخ الناد الاهلي كابتن احمد بلاي بنا خليك كابتن واهلا بكابتن احمد بلاي مشارفنا من موارد اهلا بكابتن ايهب ربنا خليك طبعا كابتننا كبير طبعا والناس قدوتنا ودايما بنتعلم عنهم حاجات كثيرة جدا سواء داخل الملعب او خارج الملعب وسعيد طبعا ويشارفنا انا موجود معاكم النهاردة كابتن محمد حشيش طبعا جيل بيسلم جيل دور المصري الموسم ده شايفينه ازاي ايه الظواهر اللي بتجذب فيه او ايه اللي مختلف فيه السنة دي طبعا البطولة السنة دي بطولة طبعا قوية احسن ما فيها ان الاهلي حقق رقم قياسي السنة دي بتحقيقه للبطولة من قبل البطولة متخلص بفترة كبيرة غير طبعا السنوات اللي فاتت بنبارك طبعا للنادي الاهلي مرة واثنين وثلاثة واربعة من الظاهر اللي كانت موجودة فيه الدوري برضو السنة دي اللي هي كانت موجودة في الدوريات اللي قبل كده هي برضو وللأسف ظاهرة سلبية التغيير الكتير للمدربين اللي موجودين فيه الاندية شفنا اندية بتغير اكتر من ثلاث اربع مدربين في السنة ودي حاجة يعني انا مش عارف يعني ايه حلها وعلى اي مقياس يعني بعض الاتحادات بتدي المدرب فرصتين بس يعني المدرب اللي يدارى في فرقة ويروح فرقة تانية في السيزون تمام ويروحش تاني هذا موجود في دول العربية كتير لان مش معقولة ان المدرب ابو حميد مش هيجي غير الفرقة من ماتش واثنين او من اسبوعين تلاتة يعني ده فيه مدربين جم كان مثلا تاني يوم ماتشات وتحسب لها الماتش ده مثلا خسارة والتاني والتالت مشي فطبعا مش معقولة وهي اعتقد ان الظاهرة دي نتيجة للاختيارات الخطئة من البداية اختيارات المدربين لان زي ما قلت قبل كده ان اختيارات المدربين في مجالس الادارات لازم تبقى على أسس انت اول حاجة عايز ايه من المدرب اللي جاي عايز يخليك فيه الدوري المسم ده ولا عايزك تنافس ولا عايز ايه بالزبط منه وانت هتعمله ايه كمان انت هتساعده بايه هل عمل ميزانية كويسة هتستقدم لعيبة على المستوى هتسيبه هو اختار ولا انت هتختار له ولا 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 كل الكلام ده ادى الى وجود الظاهرة السيئة دي كابتن احمد بلال لغاية امتى هيفضل المدرب هو الشماعة لا انا طبعا اتفق مع كابتن محمد في الكلام اللي قاله في منطق غريب كده ماشي في كرة القادم المصرية الاسف الشديد انا اولا باتفق معاني الظاهر السلبية في الدولة المصرية الاسف اصبحت اكتر من الظاهر الاجباية النهاردة تغيير المدربين ومش تغيير المدربين بس زي ما انت اقولت كده ان في في فى اوروبا وفي فى الدولة العربية في اتفاق او في رولز بتنص على ان المدرب ما يشتغلش غير في نادي واحد الراوند واحد يعني النهاردة مثلا الدور الاول هتشتغل في الاهلي وتشتغلش في نادي تاني او تشتغل في الاتحاد وليك فرصة تانية في الدول وليك فرصة تانية مع فرقة تانية بالزبط في الدور التاني وده فير انا شايف انه فير رقم اتنين ان نفس المدرب هو هو بيلف على عندها كتير جدا تمام زاهرة السماصرة اللي بقيت بتتحكم او الاجنت اللي بقيت بتتحكم انا عجبني كلمة سماصرة اه ماشي ايه ماشي تمام لانها بقت تتحكم كتير جدا في اقاع الكرة المصري وبتتحكم كتير جدا في مستقبل اللعيبة ومستقبل المدربية النهاردة لو انت ما عندكش ايجنت او سمسار كويس مش هتشتغل حتى لو كانت امكانياتك كبيرة جدا لو كانت امكانياتك قليلة يعني سوري قصد كبيرة وما عندكش مش هتشتغل تمام الرؤساء اللي عنديها عليهم الترائز شوية والتفكير والاختيار الجايد انت النهاردة انا كرئيس نادي مهم جدا بالنسبة لنا انا اشوفوا اتفرج على المدير الفني على السيفي بتاعه على شغله على دراسته النهاردة في مدربين ما بقتش تدرس خلاص الموضوع بقى أصبح خبرة بالنسبة لي انا النهاردة اشتغلت في الدورة المصري بس للأسف لما تيجي تشوفوا النتاج احنا ممكن نتكلم على مدربين كتير جدا وليهم اسماء وتاريخ تاريخ في التدريب لكن مش تاريخ في الانجازات النهاردة لازم انا زي ما اكبت محمد قال انا النهاردة لازم كرئيس نادي اعف على النادي ومتطلبات وامكانيات وطموح النهاردة انا عايز انافس على بطولة عايز العب على مركز رابع على مركز ثالث عايز العب على كونفدرالية على بطولة افريقية عايز اكون موجود في الناس الكبار الستة الكبار ولا عايز بس لمجرد وجوده في انه يتختلف وبنان عليها لازم يتم اختيار المدير الفني لكن ما اختارش مدير فني كده ان انا كابتن ايهاب مثلا نصد ايهاب يقدم لي تلات اربع مدربين خد واحد منهم فابتدي بقى افكر اروحوط رجل عرجل وابتدي اشوف هاخد منه خالد تنظيم انا عجبني تجربة الاسيوتي في تكملة على الحتة دي احنا متفققين مع بعض على موضوع اختيار رئيس مجلس الادارة بتاعت النادي عشان كده بالذات لازم مجالس ادارات الاندية وخصوصا الاندية الشعبية والجماهيرية اني مش نادي اجتماعي لازم يكون فيه عنصر او عنصرين في مجلس الادارة يكون راجل متخصص في الكورة المدير الرياض يعني المدير الرياض عشان يساعد رئيس النادي في الاختيار لاني ممكن يكون رئيس النادي راجل اعمال ممكن يكون فلازم يكون حد موجود فني يقدر يساعده في الاختيار ورغب في الانتشغل بالشكل ده بالضبط الحاجة التانية والاهم الفراودة رأس الحرب دي الزهارة السلبية واللي موجودة بشكل اللي مش طبيعي في الدور مصر السنائي لو جيت النهاردة انت بتتكلم النهاردة مره محسن بعد تاني مباراة مع النادي اللي بروح منتخب مصر مش معي بتم في مره محسن لعيب امكاناته كبيرة وقدراته عالية طبعا واتمناله التوفير مع منتخب مصر لكن انا انت بتبص على عين المدير الفني بتاع المنتخب لما ينتظر لعيب سنة ونص يرجى بعد مباراتين عشان ينضم للمنتخب المصري ده معناه ان عندك 18 فريق لم يبرزوا اي لعب خلال 30 جول او 30 اسبوع فدي ظاهرة سلبية ومنتشرة في الدور المصري بسبب طريقة اللعب اللي بيعتمد عليها المدربين المصريين في الوقت الحالي اللي لا تناسب امكانات اللعب المصري من وجهة نظري المتواضعة جدا او وجهة نظري اللي ملهاش اي قيمة لا تناسب امكانات اللعب المصري وجهة النظر التانية ان المدرب المصري هو بيبص على اللون ده النادلية الاحمر لا احنا بص على اللون الاسود اللعب الافريقي اي مدرب مصري عنده فرصة متاحة بالنسبة له انه يجيب لعيب افريقي يجيب ثلاثة مهاجمين هو ده هو عايز كده عايز ثلاثة مهاجمين عندهم قوة بنيان بس هدي ومش تقطيعا برضو في المدربين لا انا بتكلم ده اللي بيحصل ده الواقع اللي احنا عشين فيها عشان كده عندنا مشكلة كبيرة جدا عشان عشان كده يعني زي ما انت تأكيد برضو لكلامك ان كل مدرب او كل نادي اول ما بيفكر في العيب محترف لازم راس حربه اخترش مثلا الحاجة النقصة او المكان اللي ساعدهم يكون عنده في الناشئين هل قطاعات الناشئين في مصر فيها فراودة وقفين على رجليها مبشرين يعني احنا منتخبات الشباب شوفنا فيها منتخبات الأولمبي شوفنا فيها يعني في المنتخبات تحت ما بنشوفش برضو الفيرود اللي بيظهر بالشكل الجيد اللي خلينا نقول ده امل كابتن احمد بلالو هو صغير وطالع ويمثل مصر في الناشئين كنزار كابتن عماد متعب كنزار كابتن حسام حسن كنزار كل الكبات لو اتكلمنا كابتن محمد فاروق كل الكبات دهنا في الاهلي اسماعي وتخش الاسماعيلي ابو جريشا الكبير وابو جريشا الصغير وتخش في كل حتة المفهوم اها بتغير عند مجالس الادارات برضو تاني مفيش دلوقتي الصبر السمصر هو النهاردة يعني هو عايز يا كابتن مش عايز نعيب يطلع من الناشئين لو اتفقنا هو الفرودة بس احنا بندور على سردباك في الدولة المصري ما بنلاقيش بتدور على حالس مر ما بنلاقيش بتدور على باك ليفت ما بنلاقيش باك رايت ودفندر لا في ايه عارف ليه جميع الاندية ما بقاتش تهتم باخطاعات الناشئ لانه عايز يجيب لعيب على الجاهز عشان هو مكانه على كف عفريت فعايز انه هو يجيب لعيب اللي خلصته مش هيستنى سنة وسنتين يصبر على ناشئ لغاية ما يبقى زي ما كان بلاله واسمه حسني ولادي النادي واستنوا عليهم شوية وشوية لغاية ما بقوا هدفين النادي وهدفين مصر وافريقيا فالاندية بتسعى على طول يجيب الجاهز رأس حربة عشان يعادوا سواء يعادوا في الدوري او يعادوا على الكرسي بتاعه ما يحصلش هزة يتغلب كذا مرة الترتيب يبقى مش كويس الجمهير بتاعته وتهيج عليه يعني فكله بيدور على الجاهز فبالتالي مش هتبص القطاع الناشئين بقى لان انت احنا زمان ما كانش في موضوع اللي احتراف ده موجود ربس يا كابتن يعني الاهلي كان معتاد على نحنا زمان كنا بنطلع على طول دايما ناشئين في وسط الفترة كان حسام حسن وكابتن حسام حسن وكان احمد فليكس وكان كشري موجود وكان علاء إبراهيم موجود وكان علي مهر موجود وكان محمد حتى لو انصر الاجنابي موجود الاساس عندك واحد واثنين وثلاثة محل موجود واللي اختار اجنابي برضو كانت سوبل ساعتها هو اللي كان بيختار واختار وخرجني من تحت من النشرين عشان اكون موجود مع في الدرجة رغم الكلام اللي بيقوله ده كله وحضرك يعني بحكم واحد من افضل مهاجمين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية وقلت ان في مشكلة في مركز رأس الحرب والمشكلة ممتدة لعدة مراكز الدور المصري ده ايه هل هي الدور المصري ولا الدور المصري لا ينتج ولا ايه الوضع طيب من وجهة ناظر الشخصية تحليل فن يعني الدور المصري عندما يكون منتج يبقى لازم يكون فيه اكثر موجودين في المنتخب المصري هما لعيبة موجودين من الدور المحل او على اقل الاحتياط بتاعه النهاردة انت الراجل بتاعك مستر كوبر اول حاجة بيدور عليها هو اللعب المحترف نهاردة ايس المنتخب المصري سنة 2006 ايما كان الدور المصري وبتلعب في منتخب مصري بشكل اساسي والنهاردة منتخب مصري اللي قواموا كله 90% من قواموا منتخب مصري هو لعبين محترفين فالنهاردة لما يبقى عندنا مشكلة اساسية في السترايكر لعبس الحرب وعندنا مشكلة في السردباك لهم اهم من اهم العناصر الموجودة في الملعب اللي بيسجل الهدف واللي بيبني على الهدف اللي بيبني عليهم التاكتك بتاعك انت كمدير فني بتبني التاكتك والكابتن طبعا يا قادر مني بالقصة بتبني التاكتك على الحتة دي هجوميا ازاي بتدافع وازاي بتهاجم ازاي بتوصل ان الواجم ده يسجل عدف بتحركاته وازاي بتمنع عدف من خلال تحركات الاستوبر والتمركوز في المنع لما يكون عندك دي قافة الكرة المصري دلوقتي اذا الدوري بتاعك دوري غير قوي ده طبيعي دوري ضعيف اكيد يعني النهاردة فيه اعمار لعيبة في المنتخب كبيرة لو فيه اجيال طلعة بالشكل المزبوط اكيد ما كانتش تقدر تبقى متواجدة في المنتخب المصري طبيعة الحال طبيعة الحال النهاردة اللي احنا بنقوله ايه النهاردة لو دوري قوي النهاردة لو انا سألت او سألت اي كابتن او اي صحف او اي حد انت راجل نفسك بتشتغل وراجل يعني لك باع كبير في الكرة وراجل ناخد رياض كبير لما سألك واقول لك اختار لي 11 لعيب ممكن يصلحه انهم يلعبوا في كاس العالم من الدور المحل في مصر ما احترمنا لكل لعيبة طبعا كل مصاحبنا ولكن انا بكلم عن قيمة الدور المصر طبعا اختار لي 11 لعيب يلعبوا اساسيين في منتخب مصر من الدور المصر هتوقت حطي كده وتوقت تفكر ساعات لكي تبرز لعيبة برغم من الارقام الخيالية اللي بنسمحها عن الدور المصر في الوقت الحالي ولكن هتوقت تحط ايدك على خدك في ظل الفلوس والدولار لا خلاص هي عادية لا يعني للمسابقة سلبية ولا ايجابية للمسابقة حلوة هتخلي الاندية التانية يبقى عندها امكانيات النهاردة مثلا الاهلي المدفع 38 مليون زمالك مدفع 15 مليون لسماعيل المصر لما يشتري لعيب من النصر 11 مليون فانتو النهاردة بتعلي يعني القيمة التسويقية بتاعت اللعيبة برغم انهم ممكن ما يكونش هستحقوا القيمة التسويقية دي لكن بتعليها فبتدي فرصة للاندية وعندها بجت كويس تقدر تشتري بيه وتقدر تكون باش في عندك أزمة مالية في الانتقالات وفلوس اللعيبة على فكرة اللي برضو السمصر هي اللي زودت برضو سقف الفلوس بتاعت اللي بتيجي اللي هي لا تتناسب تماما مع إمكانيات الدور المصري وقوة الدور المصري واللعيبة اللي موجودين احنا قبل كده زي ما بلال بيقول احنا خدنا ثلاث بطولات افريقية باللعيبة المحلية جيل الستة وثمانية وعشرة دول كان لعيبة محلية تماما وطلقنا كاس العالم للقراط كلها لعيبة محلية وعملنا أحسن أداء أحلى أداء وأحلى متى ما بدنا نقول احنا السبيل ان احنا نوصل لكاس العالم باللعيبة المحترفة وافتحه للناس انها تسافر ولكن المرة دي مش مقياس على فكرة يعني دخلنا كاس العالم السنة دي مش مقياس لوجود اللعيبة المحترفة لأنه برضو مع احترامي للجميع هو يمكن واحد أو اتنين هما اللي بس بلعبوا في الأندية الكبيرة وعلى المستوى الليق يعني المحترفين ما لهمش دور كبير في تآهل مليون في المية أصلاحنا أدو لك حاجة المحترفين أنا بقول نمر واحد وثلاثة محمد صلاح كويس لأن لو بنتكلم بقى على ليه رد فعل أو السبب طب بعيدا عن محمد صلاح تشعر أن فيه محترفين لهم وزنهم أنا في رأيي مش فارقين عن المحل الموجودين في الدور المحل مش فارقين باستثناء محمد صلاح طبعا طبعا محمد صلاح عمل طفرة طبعا كبيرة جدا جدا وتحس بالفرق وبالزاد في الفترة الأخرانية لما راح ليفربول طبعا زاد قوي وخد خبرات عالية جدا وبقى تحس أنه تقل في الملعب بيعمل حاجات دلوقتي ما كانش بيعملها أول ما مبتدى الصقة والكلام ده كله بقية اللعيبة أنا أعتقد أنهم اكول مع اللعيبة المحلية ما فيش قبل الحاجة يعني تحس أنها زيادة شوي ما فيش التفرة التفرة اللي هي تقدر تقول لا ده اللعيب المحلي ده يعني محمد صلاح ما نقول لو مش موجود مع منتخب مصر لا منتخب مصر قال وقال كتير جدا 30-40% وجود محمد صلاح احنا عايزين بقية اللعيبة المحترفة تكون على الأساس توصل للمستوى كابتن أحمد جدول الدوري في المقدمة محسوم للنادر آلي وده المركز اللي تحسن بدري ما زال الصراع على المركز التاني اسماعيلي زمالك مصري سموح امبي معركة في المؤخرة زي قلنا من تنتا وإجلا بالضبط بالضبط شايف المنافسة زي في الدوري على المركز التاني وعلى المراكز الأخيرة والمنافسة دي وضعها يعني فيه شوية مستقرين في النص فيه جدول محسوم يعني برضو جدول غريب جدا طبعا السندي الجدول مختلف شوية المصر السندي بيقادل بشكل كويس ودي ظاهرة أنك يبقى عندك سبات في الأداء بتاعك والرغبة والطموح بتاعك ما زالت محتفظ بيهم السندي ودي خلت برضو أشعالت شوية المنافسة على المراكز من التاني للرابع سموحة برضو بيقادل بشكل جيد ولكن نسبيا برضو في بعض الأوقات بيقادل بشكل كويس وبعض الأوقات بيقادل بشكل سيء يعني فيه تلات أربع عندها إسماعيل كان ماشي كويس أوه في البداية في بدات الموسم تغيير المدير الفات كل موسم عندنا فرقة بتمشي كويس مقصة كان الموسم اللي فات ماشي كويس بس فيه أسباب يعني فيه بعض الأسباب يعني مثلا السنة الفات تلاقي طبعا نهاب جلال قدى موسم رائع جدا مع المقصة وقدر نهاية حصل على المراكز التاني فطبعا دي حاجة تحسب لكابتن نهاب جلال لأنه استقراره على الفريق وأداءه الجيد في كل المباريات والنهاردة بيلاعب مع الفرقة الكبيرة ببقى هد توهد يعني منافس الند بالند الفرقة الكبيرة فده رجل عمل شغل قوي جدا وبناء عليه تم ترشيحه نادي الزمال نادي بلعب على الطول يعني ده بالنسبة لهاب جلال الموسم الموضي السنة الإسماعيلي التغيره اللي حصل بتغيير المدير الفني عندك مدير فني كان عمل شكل الفريق كان فيه التزام من اللعبين داخل الملعب كان فيه طريقة لعبة واضحة وصراحة للإسماعيلي لغة البدنية عند اللعبة كانت عالية جدا تقول لك الفرقة تلعب من غير مدير الفني لا 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 يعني انك تلعب من غير مدير الفني ده ما بيحصل لازم المدير الفني ولازم شخصته ممكن أكون فنيا قليلا ممكن يبقى المدير الفني ولكن عندي شخصية كويسة ده بقدر أخد قرار دي تأثر بشكل إيجابي على اللعبة اللي كانت مقودة أنا أعتقد من إسماعيلي المدير الفني كان عنده شخصية كويسة كابتل فنيا برضو كان رجل كويس لما مش انقلبت الأموم وضح الموضوع تحت حد سؤال حرج يعني انت بتتكلم فيه معركة معركة شرسة جدا يعني نص نص الفرقة بتهبط لا يعني ما فعلا ما دي سلبيات الدوري المصر أنت فيه ظهيرة إيجابية السنة دي برضو إيجابية إيجابية وجود فرق طبعا زي الأسيوطي هذا الأسيوطي ده أنا هقف عنده هقف عنده بشكل كبير جدا لأن فرقة بإمكانيات قليلة فيها فكر لأن الكرة فكر ويجبت وصقت فيه جهاز فني اديته الصلاحية وخدت منه شغل وأداء ونتاج وسط سموها العكس بقى هلازم نقارن فرقتين ببعض فرقة إمكانياتها قليلة تاريخها يكاد يكون لسه يعني ما عملتش أي تاريخ بتعمل التفرة دي وبتقدم العروض الممتازة مش بتكسب كده بالصدفة معها مجموعة لعيبة طبعا وعلي ماهر عمل معها شغل كبير قوي للأسف بقى الفرقة التانية اللي معاها الإمكانيات الكويسة وبقالها فترة في الدوري وتبقى بالسنادي بالمنظر ده هي ودي ديجلة ودي ديجلة السنادي يعني علامة استفهام كبيرة جدا جدا تغيير مدربين تغيير مدربين وهل البداية كانت خاطئة والاختيار اللي في الأول كان خاطئ والفكر اللي كان المدرب اللي تولى في البداية كان فكر خاطئ أنه هو هيعتمد كلياتا على الناشيين أو صغيرين بدون أي عنصر خبرة هو العمل كده وأدى لسوء النتائج اللي هي ما قدروا يعني ما أعتقدش هو أعتقد بشمانس ماجد سامي كان سايب لأحمد حسام أنه هو يعمل طبعا كل اللي هو عايزه طبعا الدور المصري من خلال خبراتنا عايز مسج ما بين الخبرات وبين الشباب والصاعدين يعني فأنت تلعب بالناشيين من البداية فول تيم ده أعتقد أنه أثر على النتائج من البداية اللي أنت مقدرتش لأن أنت عارف الخسارة بيجيب خسارة والمكسب بيجيب مكسب اللي مقدرتش توصل أنت لغاية النهاردة ودي دجلة مهدد لأنه في حوالي هو لاب يعني ودي دجلة نتائجه نتائجه لاب كمان 30 مباراة خلي بالك بالزبط يعني نتائجه في الأسبوع الأخير التعادل السلبي مع المؤولين العرب طبعا الأسبوع الأخير الرجاء بيكسب التلاعي بهدف الأسيوتي بيتعادل مع سموحة يعني الأسيوتي من الفرق اللي بتعمل نتائج إيجابية مع الفرق الكبيرة وأن كان برضو سموحة عنده نوع من عدم الاتزان في الفترة الأخيرة النصر مع المخصر كمان المشكلة برضو السنة دي واللي أنا حزين برضو على فرقة انبي انبي برضو ترتبها مشكلة انبي مباراة وتعادل مع الانفاج ده هو تحسر في الفترة الأخرانية بوجود طار العشري إلى حد ما إنما كان في بداية الدور الأولاني أو الدور الأولاني كان ترتيبه متأخر جدا وده من صحش طبعا لنادي كبير زي نادي انبي بالإمكانات الكبيرة وبالقطاع اللي هنريجع بقى القطاع الناشئين القطاع الناشئين على مستوى عالي جدا جدا القطاع الناشئين إنك توصل بلال للمرحلة دي مع كم الإمكانيات دي وكم اللعبة المميزة فده طبعا وتغيير المدربين الكتير ده يا كبتن اللي بنقول عليها كبتن هيب انت النهاردة شبصة محطيني جدا نكمل بقية المشاكل الحادث السكندري وبترجيت اتنين اتنين كده يبقى كل الانتاج الحقيقة تنتاج الحقيقة عجبني جدا مع كبت المختار مختار صحيح بس أرجع النقطة برضو بإمكانيات قليلة بإمكانيات قليلة ده بقى دي المعادلة دي نقطة دي المعادلة نهاردة مدير فني هوا هي الفكرة بتاعت كرة القدم مدير فني مدير فني ازاي يخطط في المنع ازاي يخطط قبل المباراة ازاي يحط الكلان اللي تنسب المباراة نفسها كل مباراة مختلفة عن مباراة المدير الفان ازاي عمل فترة هتنات جيدة يوقف اللعيب على رجلها لياقت البدنية انت معظم اللعيب المصري لا احترم اللعيب المصرية يعني يجي في الديا ستين وابتدي خلاص اللعيب كرامب مش قادر اه خلاص ما هو كابتن النهارد عنده كرامب انت مش قادر اصلا توصل فبالتالي الانتاج بتاعك او الفنش بتاعك تعالوا نستعب الى كابتن خالد متولد المدير الفني اللي فريق انبي ونرحبه ونشوف ايه ايه اللي بيحصل انبي ماله الفترة اللي فاتت وان كان الدنيا هتبدأ كده تمشي بالشكل الجيد كابتن خالد متولد تحياتي اقاب الخطيب كابتن محمد حشيش كابتن احمد بلال اهلا بيك اهلا بيك سابتن ازاع حضرتك كل سلام طيب وسلامناك كابتن مصر طبعاً وهدف مصر كابتن احمد بلال ونطبعاً اخويا وحبيبي كابتن محمد حشيش اهلا بيك الكالد اهلا بيك اهلا بيك كل سلام طيب بالصوت بعيدة كابتن لكن اه امبي اه تقلق السوق معنا كابتن طب لغاية ما يرجع الكابتن اه خالد فالفكرة كلها فكرة مدير فاني مدير فاني ازاي يشتغل كويس مع اللاعب يعني انت اتكلمت عن زاهرة مثلا قلت النهاردة الاسيوتي علي ماهر علي ماهر برضو نفس اللاعيبة مش هي الكاتيجوري اي 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 ام واحد في الدول المصري لكن بيقدي بهم بشكل كويس بيصدر منهم بيصرف على فرع لمسم تاني وموقعه في الجدول الترتيب مش بعيد اوي يعني هو مش في الاول ومش في الاخر واخد الموقع المتوسط في الجدول الترتيب لكن لما ييجي بعده اه طلايا الجيش والمقصة والاتحاد السكنداري والدخلية واللجلة ساعتقد طبعا لا انجاء ما ده لا انا بقوله فبنرجع ناخد اه كابتن خالد متولي حبيبة كابتن ذا حضرت كابتن امورنا كابتن كابتن طبعا تحايت وتحايت كابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال والظواهر في اه دوري هذا المو امبي كلام كتير جدا على فرقة قوية فرقة الناس بتحترمها وبتقدي اه الاجواء الاخيرة في فريق امبي والظواهر اللي بتحرك بترصدها في الدوري هذا الموسم والله الحمد لله طبعا بنشكر ربنا ان احنا الحمد لله الى حد النفس من الفترة الاخيرة ان الاداء تحسن والنتاج الى حد انها تحسنت ولكن احنا بنفس الله طبعا ان في امبي زم حاليا بطول فرقة كبيرة اه برضو حصبة كاس مصر مرتين وصلنا لنهاء بطول عربية اه وصلنا لتاني دوري عام ثالث دوري عام فحقنا الحمد لله انجازات طيبة فبنحاول ان احنا ان شاء الله نشتغل ونكتهد ان احنا نحط امبي في مصارها الطبيعي ما بين انبيت الدوري المنتز ان شاء الله كابتن اكتر الظواهر اللي شايفها سلبية في دوري هذا الموسم والايجابيات برضو من وجهة نظرك والله السلبيات ان طبعا ان بعد مدلس الانبية بتعمل تغييرات كتير جدا في الاجهزة الفنية فده طبعا بيعمل عدم استقرار في الاداء الفني للعيبة لان كل مدير فني ليه استراتيجية واسلوب معين في طريق التعامل وفي طريق عمله في الاستراتيجية بتاعاته في العمل فده طبعا بيفرق طبعا في الاداء واكيد ده في النتائج وامسينا كتيرة جدا طبعا خلال الموسم دوت حصلت وبعدين كمان ان بعض الموديلين الفنيين بيتركوا انبيتهم في توقيت صعب جدا فده طبعا بتأثر على نتائج الانبية ومش بيديهم يا كابتن ما انت عارف الموديل الفني لما بيترك يعني ربما بتحصل مدرب ولا اثنين في السيزن زي مثلا يعني في الإسماعيلي مثلا حصلت موديل فني ماشي بشكل كويس فبيمشي انما الباقي مش بيردتو كابتن انا عايز اقول لحدك على حاجة احنا تربين على حاجة وتعودنا على حاجة محترمة جدا ان انا بحترم التعاقد بتاعي مع النادي فلازم اكون انا بحترم التعاقد بتاعي مع النادي طب ولو النادي محترمش التعاقد والله لازم تكون في قصص وقبال حضرتك محطوطة من خلال اتحاد الكرة انها بتبقى فيه كابتن راعي اللي احنا بنتكلم على الدور المصر يا كابتن يا كابتن احنا عايزين نتقلق يا كابتن عايز اقول لحدك على حاجة انت عايز تلاحق يا خبالك انت دلاتي احنا بنشرف كاف عالم فالرؤية لازم توسع واخبالك ولازم يكون في رؤية اعلى من كده ما ضل احنا بنقوله كابتن انت معاً المدير الفني ما ياخدش اكتر من فرصة في الدوري في السيزون الواحد ولا معك كلام اللي بيحصل دلوقتي والله حضرتك يا خبالك يعني انا عايز اقول لحدك على حاجة ان انا ممكن اتعقد معناه دي في خدائق يا خبالك يعني من بداية الموسم خلال سنة واخبالك المفروض والاحترام يعني ان انا انا اقدر احاسب ان ادرب على الاقل بعد الراوند الاولاني امام انا كيبقى فيه حتى فترة التوقف وبقدر ان انا بنعمل وقفة بندرس الفترة اللي فاتت ايه في الاسينارية بدينه الدعم الله لا اقدر لو حصل اي تأخذ في النتائج او اي تزبجف في المستوى ممكن او خبال حضرتك يبقى فيه يعني حضرتك حسب التعاقد اللي موجود معاه يبقى ممكن يعني يمشي بكل احترام وبيجي واحد تاني انا اعتقد ممكن يعني يعني ممكن المدرب يمسك فرقة او يعني فرقة او اتنين في الموسم ده ده بقى احترام تماما يعني وبعدين في حاجة مهمة برضو فاضلا كابت اه يعني في في بعض المدربين على اعلى مستوى خبالك الناس الاجيال اللي طلعه واخبال حضرتك في اجيال يعني انا بحترمها جدا زي كابتن عالي ناهر واخبال حضرتك برضو من المدربين المحترمين اللي عاملين نتيج كويسة جدا طبعا ففي فرصة كبيرة جدا لبعض المواهد في التجريب ده مهم جدا يعني خبال حضرتك يتحط برضو في الحزبان فدي وجهة نظر الشخصية يعني لكن طبعا شكرا كابتن شكرا لك وكل التأديل لي حبيبي حبيبي اتفضل كابتن تعرف اهب لو لو كانت الظاهرة بتاعت غير المدربين دي حتى بتظهر مدربين جدد كنا هنقول ماشي انما هم هم المدربين المجموعة الست سبع مدربين اللي بيلفوا على الاندية كلها بيبقى عامل نتاجه واشا مع الفرقة دي وتلاقيه الاسبوع اللي بعد ومزوله شامل السنة اللي فاتت الموسم الماضي في مدرب مدربين اشتغلوا مع فرقة راح فرقة تانية شامل مع فرقة algae west ciينما هم اتعاقد بالتورادي راح فرقة تانية هم يعني لم يوفق هم لا راح فرقة تالتة هم وراح فرقته الاخير الاخير الأخير بعد رجاع تانية ايه اه ورجاع تانية فأنا أريد أن أقول لك، المشكلة عندنا أنك أنت بتدي مساحة للأجنت والسماسرة مع الرؤساء الأندية أنهم يبدوا يدورون لك السركل المدربين المصريني أسف. زي ما كابتن هاب يقول له كابتن محمد حضراتك بتقول أنك أنت النهاردة ما تديش فرص للمدربين. إنه لما يطلع مدرب شابه كويس وصاعد. كابتن ساميل كامونة وقدة كويس وعمل من الفسيخ شرباط ما بنشوفش. كابتن عمال المحاس في ظروف معينة مثل إيش. كابتن علي ماهر النهاردة بيقدر بشكل كويس. هتديره بعد كده إن شاء الله هيروح في عياتة أتولى برضو على الدنيا هتفضل ماشية زي. مهودانا ومازي جهوه ادي فرصة. بص، السياسة اللي سيما هي المشكلة في السياسة هو رؤساء الأندية. يعني أنا نهاردة عندي نادي لازم عشان كده حلا بنقول دايما إيه؟ لازم يكون في عندك مدير رياضي بيفهم إزاي يختار مين على أسس إيه؟ والمدربين اللي موجودين دول يا جماعة ما نبصت شوية على السيفيات كابتن بتاعت المدربين. نشوف المدرب ده ناجح والهو قريدي ناجح مع الفرق. فيه مدربين كبار وعندهم خبرة وبينجحوا مع فرق. وفيه مدربة بينجحش. مش لازم يلف على كل الأدية. احترام كل المدربين. أنا مقصد ش حد. معلومة مهمة اللي أنت بتقولها دي هكملها لك لأن دي بتبقى عندي أنا يمكن خلال شغلي في المجال. ما بتبصش على السيفي. زي ما أنت بتقول أنا التاريخي إيه؟ عملت إيه مع الفرق اللي بسكتها؟ إنما أنا خدت الشهادة إيه؟ وخدت البي وخدت المشعرف الإيه. أنا بقول يا جماعة راعوا كل الدنيا في الدول المصري. وروحنا على قرصة عملت معيشة. صب إنت لما مسكت فعلي فرق عملت إيه؟ زي ما أنت بتتكلم في الوطن مهمة جدا. يعني هي دي أساس. هي دي البوينت كلها بتاعت الدور المصري. صحيح. المدير الفني ما أنت لسه بتقول إيه؟ علي مهر مع الأسيوتي عملت شغل كويس. طب بإمكانات قليلة. بإمكانات قليلة. مختار بإمكانات قليلة. كانت مختار مختار مع الإنتاج الحاربي. قبل كده مع الاتحاد برضو بنفس الإمكانيات. صحيح. صحيح. وراجل متطور وبيتطور من نفسه. فالنهارده بينجح مع الفرق بتاعته. في مدربين ما بتنجحش. المدرب اللي ما بينجحش. ممكن تديه فرصة تانية. لكن ما تدرش كل الفرص. يعني ماين فقط. انت النهارده هتخلق إزاي مدربين جداية. يعني النهارده. طول ما معه سمسار شاطر. مش أقول وكيل لعيبة. سمسار شاطر. هيلف على واحد وثلاث. طبعا عاز أسأله سوائل. عاز أسأله سوائل. جاتوسو النهارده يعني مدير فاني للميلان. والنهارده عاملت شغلة رايح جدا وبشتغل كويس. عاز أسألك سوائل. طول إيه في المدرب اللي بيمسك فرقة كبيرة. إمكانياتها ضخمة. عنده كم من اللعيبة. كل مركز كذا. وبيفشل معهم. ما تجيش تبرر لي تقول لي وقص الكيميا ما مشيتش. مش حاجة اسمها كيميا ما مشيتش. مش حاجة اسمها كده في الكورة. طب حراسة المرمى في الدور المصري شاهدينها ازاي. انا بشوف ان السنة دي معقولة. السنة دي معقولة شواء. صحيح. واكتر من حارس. ظهر طبعا غير الاهل والزمالك. فيه طبعا عواد في الإسماعيلي. وفيه كذا واحد الحياة ظهر بمظهر كويس. طب نسمع بقى تليفون مهم معنا الكابتن طبعا فكري صالح. طبعا عمدة مدربين حراسة المرمى في مصر ومش في العام. علي تدريب حراسة المرمى في نادي والي دجلة. السلام عليكم يا كابتن. سكت� one lastndad. على الجوكابة الجميلة. لقد أترى ليها كابتن محمد فكري. أو كابتن أحمد ثلات. شيء عظيم جدا. إذا أنا أشعر الكوكابة الجميلة. شيء العظيم عجيز بقك باردو معنا. وبتسري الحوار طبعا شيخ مدربين حراسة المرمى في مصر يا كابتن فكري. وطبعا قبل ما حلقة تتكلم فيه إشادة من ضيوفنا الكرام النهاردة بمستوى الحراس في الدورة حلقة شايفة للموضوع إزاي والله هو دايما دهما بقوله مصر والله يعني ما شاء الله نتابع الأجيال الموجود فنادي كلنا أكيد شوفنا محمد عواز دعام المسلم من نص المسلم اللي فات كان واصل للنادي الإسماعيل النهاش للنادي الأهلي في وقت من الأوقات وبرضه بفضل الفريق ككل ولكن بفضل كبير بالاستدين في المية لمحمد عواز وفنا محمد الشناوي نارضة أما خد قصوات كبيرة جدا مع مباريات النادي الأهل والخبرات بدأت انتبا موجودة عنده وصل لمستوى عالي ودليل كلامي أن الحمد لله نارضة أي حد بيظهر هو إسراء في تقصوك المنتخب تمام أنا مثلا أما أجي أخطار قوام الرئيسي ثلاثة فترة لمستوى سنة دين ونص أمر حضري وشريف إكرامي أحمد الشناوي ما يجي يطلع اتنين ما شاء الله سيد محمد عواز وأحمد الشناوي دعا عندي كانت تمام أنا أولا أخطار ثلاثة من ثلاثة لا أخطار ثلاثة من خمسة طبعا فهي دي نارضة لما يطلع واحد كمان ذات يبخير وبركة وده أكيد أيبا عند هد وأخويا وحبيبي أحمد أكيد حافظ بالأسف بتاعته لكل الظروف ممكن تحصل من خلال الشهرين الكهيب فهي أبعا عندنا لكن هي الحراسة المانور في كاس العالم محسومة يا كابتن ولا حضرك ليك وجهة نظر أخرى لا هي محسومة بالخبرات ولكن لأن احنا برضو لازم بزبط يعني بكوبر بيعتمد على الخبرات بتاعته بالزبط فلازم القصة دي دي مموجودة إبن صان الحضري عنده خبرات مش موجودة عند حد من الأربعة الثانية عنده خبرات كامت بطولات أفريقية طبعا الخصة الثالثة اللي هي المهمة يعني أحب أن ألقي الضوء عليها في القناة العظيمة الآل مع الجوكبة الجديدة حتة المدرجين اللي بتتكلم عنها أنا عندي دلوقتي مرحلة أعطاء جديدة سنة إزاي الخبرات تاعت ال 45 سنة إزاي أقدر أوصلها نقدر بدل ما يبددي يخش التجارب فيها انكسارات التجارب فيها انكسارات فالحمد لله عملت ورشة كورسة عيس من شامر والورشة الثانية كانت من أدفوع في أسوار حدرت الأولينية دي مستفعين مدرّب حدرت الثانية دي مستفعين مدرّب في أسوار تحاول أعطاء إزاي الخبرات كامت بطولين سنة تخيل أنا في أسوار عندي مدرّب في طولين 98 طولين 98 ده على فكرة ده حق كويسة آمن بكيرا فأنا الحمد لله حتى المجموعة اللي كانت موجودة في فرصة عيدة كابتة دهاب جات ورايا أسوار حاجة كويسة جد قالت كلمة جميلة جد قالها كابتة بعد ورشة مستفعين أنا غيرت السيطة بالشغل بتاعي وخلال أسبوعين جابنا دايك لرفق عيد أهم حاجة حد يديهم فرصة الشباب الصغير ده يعني حد يعني هو هيتآهل بشكل كويس ياخد فسلطه من وجهة نظر حضرتك أفضل حارس مرمى في الدوري هذا الموسم هم يعني بالنسبة ليت أحمد عوات شكرك كابتن فكري وإن شاء الله دايما بتسرينا كده وبتسري الحوار شكرا لحضرتك أفضل حارس مرمى طبعا عواد من الجوان المحترمات السنة دي ماشي بخطة سابتة بمستوى سابت وأهم حاجة برضو كان سابت في فرقيته برضو أي وأن العيب برضو يبقى ماشي أو حارس المرمى ماشي بمستوى سابت شوف بعض الحراس المميزين عندنا في أندها تانية ماشي شوية أربع مطشوات وبعدين تلاقيه حصر درق هو عواد ماشي بشكل سابت عواده الشناوي محمد الشناوي والشناوي طبعا أعجاب سابت سريع يعني سابت وسطة دخل بسرعة و جاي من قاعدة طويلة بالزبط أنا دايماً أحب العيب أو الحارس اللي هو دايماً منتظر ومتأهل ومقاعد بنفسه للفرصة اللي أخذ اختنان فرصة بالزبط ده اللي حسن مع الشناوي نواك المنتظر يا كابتن خلاص الأهل اشتراك وطبيع جداً أنك إنت لما تروح النادي الأهلي وضع طبيعي ناجسة 30 فرص بالزبط ومعظم التصراحات بعد الصفقة أنه جاي حالس بديل يعني كان كلام كله كده وخد بالك الشناوي ده ورشادة من الأهلي خد بالك كابتن الشخصية دي لما هو مترمب في النادي الأهلي الشناوي كان حارس طبعا 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 صعد الدرجة الأولى ملعب شخص فرصة برا فالنهاردة التركيبة بتاعته هي تركيبة النادي الأهلي عنده ثقة في نفسه وعنده ثبات ومنتظر الفرصة لما خد الحقيقة رائع جدا أولا بيطلع في الكرات العلدية بشكل هايل جدا ثم تفعله هايل جدا جريء ما بيخافش ودي أهم ميزة في أن الحارس ما يخافش صحيح مهاردة معظم الحراس الأسف المصرية في معظم الأندية الحارس دايما الآن خايف خايف يغض الخطوة خايف اللي بخلي يا صام الحضري مختلف شوية أنه دايما مقدامك طبعا ما بيخافش طبعا جريء جريء أنا وجد نظر يا عاني الشخصية بوص ما اختلافنا لعبد الله السعيد ومشكلته أنا شايف أن أفضل التنين السنادي كابتن أدجيه وعبد الله السعيد والأفضل الأفضل الثنين في مصر السنة هم أفضل اثنين العائبة موودين في مصر السنادي أدجيه وعبد الله السعيد الأثنين دايما بيصنعوا الفارق مع النادي في كل المباراة تمام تشيل واحد من هنا وتشيل واحد من هنا تلاقي فيه مشكلة حصلت جوانا دي جاي فالاثنين النهاردة أقمتهم كبيرة جدا أفضل مدرب حسام البدري وبعده علي مهر حسام البدري انت شايف انه كل يعني ده قده بشكل كويس لكن مش قادة تختفل دور ما قدرش هو كابتن لازم يقول علي مهر لانه هو ده المدير المدير الفاني الوحيد اللي مستمر مع فريته السلادي مستمر مع فريته وعمل صراحة وعمل أداية يعني الدوري مصر ما فوش اتنينة كابتن هو كابتن حسام وعلي مهر أهم حاجة كمان انك تحس انما تتفرغ على الفرقة دي ان الفرقة دي ما تقالها حاجة بتعمل حاجة معينة يعني تحس ان تأثير المدرب باين على الفرقة فأنا أعتقد طبعا حسام البدري بردال فيه الثاني واحد علي مهر أهب جلال ظهر تأثيره على فريق نادي الزمالك ولا لسه ولا فجأة ناس تركفى أفريقيا لا محليا لا الكلام ظهر مزهر أنا أهب جلال وتجربته مع الزمالك السندي ما أقدرش حكم عليها تمام استلم الفرقة يعني لم معرفش لعداد البدري بالنسبة للعيبة لعداد الفني اللعيبة بتدخل لعيبة بتخرج فما تقدرش تحكم على تجربته لكن أتفق مع كابتن طبعا كابتن حسام بدري هو الأفضل السندي من كل حاجة النادي لالي يمكن وصل لل 15 مباراة دون تعادل أو دون هزيمة 15 مباراة مكسب وربعة وصلوا 17 مباراة دين أفريقيا إنجازات الدوري العام بيحسن بدري الصعود السهل جدا لدور المجموعات في بطولة أفريقيا فكابتن حسام الحقيقي السندي يعني أفضل مدير فني موجود في الدوري المصر الحالي أرقام المعيزة أداء بورقف تغيرات السندي بالأرقام له 67 هدف أفضل هجوم عليه 15 هدف أفضل دفاع المتوج بطولة الدوري يمكن بـ 5-6 أسابيع فأنت بتتكلم في النهاردة في أرقام قياسية داخلية مش بس أنت أخذت بطولة الدوري العام قبلية بـ 5-6 لا أنت بتتكلم أنت أفضل دفاع وأفضل هجوم بس المقاصة من أفضل الهجوم لكن من أسوأ الفرق اللي عندها دفاع خلي بالك برضو ها في حاجة تحسب للكابتن حسام وفرقة النادي الأهلي إنه برضو ما تأثرتش بعد يناير والانتقالات بتاع يناير فرقة فهيات أكتر أربع خمس لعيب نجرهم نجرهم والأعمدة الأساسية بتمشي طبعا والفرقة ما بتتقصرش معهودة الدليل بقى أن الخطة دي أو الدراسة دي مش معمولة كده شكلياً لا طبعاً ده معروفة ومين توافق اللي يروحه ومين لقى لأن عجل ده القوام على فكرة في موضوحنا كان لازم نتكلم فيه لو فيه وقت طبعاً بسيط معنا ربع دقيق طبعاً ظهرت التحكيم السندي والحكم الخامس والسادس برضو دي تجربة جديدة السنة دي كان فيه سلبيات في التحكيم في الدور الأولاني وكل الناس طبعاً كانت لها شكوى كبيرة من التحكيم أعتقد أنها تزبطت بالحكم الخامس والسادس ساعدوا كتير فأداء التحكيم لا تشكينا السنة الجامعة مش هو ما فيه حكم خامس يعني على ذلك الكوائس إن إحنا بنتكلم إن فيه يعني التحكيم كل سنة مش تفلو حكم خامس طبعاً لا التحكيم كل سنة كان عنده اتهامات كتيرة جداً فدي حاجة تحسب برضو إن التحكيم حتى لو فيه حكم خامس آآ الفرق بان قوي خالص إحنا كان شايفين اعتراضات وحاجات كتيرة كان بتحصل في الدور الأولاني وجيت نظر إن اللايمن هو اللي كان يعني كلمة السر في الشكل السلبي للتحكيم لما تحطيه الخامس ده بيزبط شغل يعني دبسه الحكم الرئيسي حكم الساحة كتير جداً طبعاً بس بس مستوى الحكام السنة دي أفضل بك طبعاً مستوى الحكام السنة دي أفضل بك فيه معسكراته فيه فيه معسكراته فيه ده كويس صحيح لا الحاة فيه فيه تطوير جاد لو فيه حكم كده انت شايفه يعني والله نعجبني فاروق محمد فاروق محمد كويس من الحكام المعتادلة وهادي ومش انفعالي أعتقد انه من الناس الكويسة محمد فاروق أفضل حكام أنا بشوف برده ان محمد فاروق من الأفضل الحكام قررته هو هادي شوية هادي اه متازم بالزبط وبقدي موسم جايد السنة فيه حكم لما بتشوفه في الملعب بتقول هتحصل مصيبة النهاردة أو يعني ربنا عد المرشة على خير بالعدد قول لي فيه واحد فيه اتنين ما تقولش اسمائي اه بالعدد يعني اه والله فيه اتنين حكام ووسك فتح لموسم انا بعد كده اقولك الاتنين حكاموا لهم اسمائهم بس مش اقول طبعا اه بص ها بنت عايز تحكم على الحكام انا عشان برقب دوري امتاز فيه انا لعب تشوف فيه بقى انا هقولك يعني اتنين تلاتة ثلاثة 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 يا كابتن يعني حاول تهدى شوية متبقاش انفعالي لان فيه بعض اللعيبة انا عارفهم في الملعب غوين ان هم يستفزوا الحكم او يؤثروا على الحكم من البداية فلو انت جريت اللعيب في العصبية والنرفازة مش هينفع بتحصل مشكلة كبيرة بص الامور تتحل بالنسبة للحكم لو عملتهم بروفيشنال زي اللعيبة يبا هو ده الشغل بتاعها هي دي هو ده الدخل بتاعها لما امكانيات المادية تزيدة عند الحكم هتلاقي حكم متميزين جدا جدا نردا الحكم في وربا بيوض خمس ستلاف دولار في المباراة نردا الحكم في مصر بيوض خمس سمين جنيه الف جنيه الفين جنيه مثلا يعني لا لا اعرف شو ها دلواتي ثلاثة 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 اه لا 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 البائ Shen هكذا ايكذا القبول الامور التواصل الزس السماعة فرقة ان الحكمبيبسة حسينا بوجودها ولا هو الحاكم الخامس لفعل لا الاتنين الحقيقة السماعة فرعت لأن الإشارات بقيت أسرع بكتير القرار بقى سريع مبقاش القرار بقى مستنين ومنتظرين والحاكم الخامس طبعا جوه منطقة الجزاء لا له دور كبير جدا أخيرا لو حبته لا يحاكم بقول طبعا مبروك النادي الأهلي الدور العام السندي مبروك كابتو حسن بدري كل سنه هو طيب يعني عيد من ناده وكان مبارح واثر على كندا دلوقتي جمهور النادي الأهلي دائما بينتظر من النادي الأهلي الأكثر والمزيد دائما في كل البطولات النادي الأهليני يعني خلاص احنا كلينا مؤهلين إن احنا خلاص ننتظر بطولة أفريقيا في النادي أهلي للموسم القادم لنا التنازل ودي مسجل لكابتaient حسن بدري طبعا أنا كجمهوريا مش هقول أنا كالعيب في النادي الأهلي أنا كواهد محب النادي الأهلي ما بشجعه منتظرين للأهلي إن شاء الله يعود لمنصة التاتويج في بطولة أفريقيا شكرا كابتن بلال شرطين ونورتين شكرا كابتن محمد شلو حاب تقول أي حاجة طبعا ببارك طبعا للنادي الأهلي على الفوز ببطولة الدور العام والبداية القوية في إفريقيا اللي هي تدي إنظار مبكر ليه بيئة المنافسين إن شاء الله همنا الكبير على بطولة إفريقيا جايبة بقالها فترة فإن شاء الله بإذن الله تكون من نصبنا السنة دي آخر حاجة طبعا بقول لكابتن محمود الخطيب ألف سلامة وإن شاء الله تروح وترجع بالسلامة بصحة جيدة وترجع لبيتك والأهلك والنادي سالم إن شاء الله بإذن الله شكرا كابتن حشيش طبعا على مدار الساعة ونص كانت حلقة مميزة جدا من استاد القالة فيه عن أهم ظواهر الدوري من كابتن الكبار اللي كانوا موجودين معنا النهاردة سواء كانت كابتن حشيش أو كابتن أحمد بلال حديث عن المدرب 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 اللي بيضيف المدرب اللي بيقدي المدرب اللي بيروح من فرقة لفرقة ما بيعملش أي حاجة دي كانت أكبر ظهران إن في الآخر منتج الدور ده الدور بينتج إيه؟ بندور على فرود مش لقيين بندور على باكليفت باكريت مش لقيين حرص المرمى ها بنقول لأول مرة لأول مرة ديوفنا الكرام بيشكروا في التحكيم وشايفين إن التحكيم المصري قادم إن شاء الله الدور ينتج وينتج لعيبة نبقاش المتخب المصري اللي إن شاء الله بنأمل إن ما نكونش كل 28 سنة ولا كل قبل كده 58 سنة نوصل لكاس العالم بنأمل لربنا يا كريمنا عندنا دوري قوي عندنا منتخب قوي كل توفيه للمنتخب المصري في مبارات رودية استعدادا للمنديان صوتنا كان واحد قلبنا جامل يهز أي استاك روحنا كان حلوة تشجعنا قوة كنا معنا الانتحاد صوتنا كان واحد قلبنا جامل يهز أي استاك روحنا كان حلوة تشجعنا قوة كنا معنا الانتحاد مش بس 11 واحد كل 90 مليون 18 ستين في قول جين من كل حتة جين في كل مكان فعني هم عالم واحد نسيوا الألوان ورجعين روحنا الحلوة ومش كيفين احنا رجعنا مصري واملنا في السمع الليل وش هاي ليه بقلغنا مصري وفرحاني نحن استنينا سنين عشان تقوله ورجعين يلا يا مصر ويا شدو حلكو كمان تيادة شوية فات سنين كتير مش باية الا علي والفرحة جاية من سايم ونفسها بيننا لان اسمه مصر أكبر الفريق سهولة يكسب لما نسد عالم وايطر عمرك شو بتحلم بيحلم بيه 90 مجيون طب عمرك شو بتحدي ساكت لما مصر جابت دور مكسبيه وفوز دقيله لو بتتطرد لوحدك انزل مك في الشوارع شجع وفرح وستاهلك زحمة عيقه هاي وفي دنوت وصوت المتش وصد العالي لسه عالي ولسه زي ما هو وحش هلا هب هلا هب كل الناس بتقول يا رب طول ما احنا معه بعد دايما زهل معدي اي صعب هلا هب هلا هب كل الناس بتقول يا رب هلا هب هلا هب كل الناس بتقول يا رب ورجعين ورجعين ورقعين 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 عشان نقوله رجعين